اخوتي الكرام سائل يسأل ويقول امرأة او سائلة فاضلة تسأل وتقول امرأة تمت خطبطها على رجل يعمل بالخارج ولما اراد ان يعقد عليها طلب اسم احد اقاربها وارسل باسمه توكيلا رسميا عاما ليكون وكيلا عنه في العقد عليها وتم العقد بعد ان وكلت عنها خالها ليلي عقد نكاحها طب هي وكلت خالها عنها والثاني ارسل لأحد الاقارب توكيلا عاما طبعا هي وكلت خالها في هذا الباب لابد لنا ان نعلم هل وليها موجود ام لا وإلا ماكن ولي موجود هل العم موجود ام لا هل ابن العم موجود ام لا هل الاخ موجود ام لا كل هؤلاء هم العصبة الخال ليس عصبة فليست لها ان توكل خالها وهو الذي يلي العقد لان النبي قال ايوم امرأة نكحت غير اذن وليها فنكاحها باطل 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 وقال لا نكاح الا بولي وشهدي عدل والاحديث اصلا حسنت ولها طرق قوتها فالحاصل ان خالها ليس وليا ليس عصبة الخال ليس بولي وهي لا تملك نكاحها الا اذا كانت خالية من ابن او عم او اخ او ابن عم لو خالية من ذلك هذا امر اخر لكن هكذا الخال ليس بولي وعندما ذهب المادون لتزييل العقد فرفضت المحكمة تزييله لانه تم بموجب توكيل رسمي عام شامل لا يسطح لاتمام عقد الزواج يعني لازم التوكيل اللي بعثه لاحد الاقارب شوفي عندها احد اقارب ان يكون ابن عمه ان يكون خاص بالزواج فطلب المادون من العقد ان ينسى توكيلا خاصا بالزواج او يعقد هو بنفسه عليها لكن الرجل رفض عمل توكيل خاص بحجة انه ليس بانه ليس لديه وقت وانه سوف يعود ليعقد بنفسه وعندما نزل في اجازاته لم يذهب للمادون وبدأ يماطلها في العقد اعوذ بالله خبيث النفس يعني لا حيلة فيه الا ان يعني تشتد عليه وتسجره في العقد عليها بنفسه وفي اثاث الزوجية بل تجاوز ذلك الى طلب حقوقه كزوج ولما ارادت منه ان يتركها بالمعروف اخبارها انه سوف يتركها معلقة ثم سافر فهل هي زوجة له ام ان هذا العقد ليس صحيحا خاصة انها ليس لديها وثيقة زواج او اي شيء يثبت انها زوجة عمتا اقول اه يعني ان كان عقد عليها لو كان الخال هنا هو الذي نزل منذية الولي بانه بانه بانها منعدمة الاب او العم او اولاد العم او الاخ فيصح خالها ان يكون ولي لكن وجد اخوها وجد ابوها عمها اولاد الاعمام الخال لا يصح ان يكون وليه لما لانها هي التي وكلته لكن لو واحد منهم هو الذي وكله قضي صح فهنا العقد اصلا باطل وهو ليس بزوجي اصلا وشوف نزل يريد ياخد منها حق الزوجية الحمد لله انها لم تعطيه شيئا فالصحيح انه ليس بزوج وانه لا استعى ان يعضلها بحال من الاحوال وهذا باطل انا على على الوصف الذي قلت وانا فالاخت الفاضلة ترسل تفصيل اقصر من ذلك وتبين لنا يعني هل هي منعدمة منعدمة الاصول ما عندهاش عم لا ليس عندها ابن عم ليس عندها اخ ان كان فقد نصح العقد بذلك ويكون لها حل اخر باذن الله نبينه لكن المهم ترسل حتى لكن على ما ارى الان لان في احد اقاربا موجود اذا العقد هذا بطل لا يصح وهو ليس زوجا لها